بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أبناء وبناتي تلاميذ الصف الخامس الابتدائي في درس جديد من دروس مادة العلوم هنحل إن شاء الله اختبر نفسك على الدرس الأول الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي 2022-2023 المنهج الجديد السؤال الأول بيقول ضع علامة صحة أو خطأ أمام العبارات الآتية علامة صحة أو علامة خطأ واحد لا يتأثر الغلاف الحيوي الغلاف الحيوي اللي هو إيه اللي هو الكائنات الحية بأي تغير في الغلاف المائي طبعا هذه العبارة إيه خاطئة طبعا يتأثر أي كائن حي بيتأثر بإيه بأي تغير في الغلاف المائي اتنين يوجد الكثير من الماء على كوكب الأرض هذه العبارة صحيحة لأن طبعا إحنا بنقول عليه كوكب الكوكب المائي أو الكوكب الأزرق رقم ثلاثة قد تتغير الكمية الإجمالية للماء على كوكب الأرض هذه العبارة خاطئة ليه؟ الكمية الإجمالية للماء على كوكب الأرض سابتة لا تتغير رقم أربعة يعتبر الماء من الموارد المتجددة لقيت كده صح والنباتات من الموارد غير المتجددة هذه العبارة خاطئة ليه؟ لأن النباتات من الموارد المتجددة أيضا لكن هنا كتب غير المتجدد رقم ده أكمل الجمل التالية تمثل الكائنات الحية الغلاف نقط والماء يمثل الغلاف نقط يبقى إذن تمثل الكائنات الحية الغلاف الحيوي والماء يمثل الغلاف المائي رقم اثنين مسطح مائي هائل من الماء المالح يسمى محيط أو بحر بكده حبيبي ننتهي من حل اختبر نفسك من كتاب سلاح التلميذ صفحة 26 علوم الصف الخامس الفصل الدراسي الثاني المنهج الجديد بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على القناة مع تفعيل زر الجرس لكاسلكم كل جديد وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته